السلام عليكم صحفي كان يعيش في صنعاء تخلى عن مهنته الصحفية لسنوات وعمل في مهنة أخرى منذ عام 2014 وحتى العام 2018 شاهد الدعوات لخروج مظاهرات ضد الحوثيين فيما عرف بثورة الجياع حمل الكاميرا الخاصة به وفي أول يوم فكر فيه بالعودة للعمل الصحفي وجد نفسه سجينا لدى ميليشيا الحوثي يتعرض للإهانة والتعذيب قصة الصحفي أحمد حوذان في الفيلم التالي نتابع ومن ثم نعود تخرجت أمع 2010-2011 من كلية الإعلام بجامعة الصنعاء بدأت العمل الإعلامي من 2009 في صحيفة المستر وصحيفة العاصمة الإلكترونية ثم مع الأحداث دخول الحوثي للعاصمة صنعاء انقطع العمل الإعلامي عملت مع صندوق الإتماعي للتنمية وأنا رفضت العمل الإعلامي خصوصا لأنني في صنعاء تم القبض عليه في ثورة عندما بداية الشباب عندما كانت هناك حملة أكترونية أنا تفاعلت مع الحملة أخذت الكاميرا معي ثم انطلقت إلى التحرير شاهدت أنا أنتشار مسلح كثير من ضمنهم عسكريين من ضمنهم لابسين زي مدني كان شوارع مقطعة كان هناك الحوثين أعملوا كمين بداخل ميدان التحرير أعملوا كمين كان من جاء لابس بنطلون وشميز يعني بيمسكوه رأنا للتلفون حقي أخرج التلفون جاء هذاك يمسكت يدي كلبشوني طلعوني على الطقم طواء وصلوني حتى قسم العلفي وصلت في شباب كثير في القسم ورغم أن الزنزانة صغيرة فيها حوالي خمسين طلعوني البحث الجنائي كلبشوني وغموا على العيوني طلعوني مباشرة تحقي يلا سنب وقف افتلخ وأسمع اللي أول مصفع نازل أنت بعد ثورة القياع أنت قاوع أنت داعشي أنت يصفعني بثني مناطم على وجهي قمت أنا كنت أبكي قلت له ليش تلطمني يعني أول مرة يحدث لي هذا الحادث هذا الموقف لم ألطم قد فهم يقول لي أن تكذب تقول لنا عملك تربوي تنموي وانت عمل إعلامي أنت صحفي كنت أقول لنا من الصحفي قال لا أنت صحفي أنت ب** من هم صحفي اللي معاك دخلوا يغطوا المسيرة قلت له ما عارش بيلا قلت لنا وإلا أنت أمسح بك البلد تلحين ما رضيتش أنا أقول له قام يضربني قام يضربني قام يضربني بيزبطني زبط بيضربني على ظهري نزلوني بعد العشاء اليوم الثاني طلعوني من بعد صلاة العصر حتى الساعة واحدة ونص بيسألوني أن كل ما في تلفوني قام يسألين قل لي قال لي أنت أنت جنة أنك توقل غرمان أنت من من الجنود حقها طيور الجنة قلت له ما شاء أنا ما عرف أنت توقل غرمان قال لأن الزحين طلع لك صور وانت معاها قلت له والله أني ما عرف قسم بلا لا أعرف أنت توقل نهائيا الساعة واحدة ونص طلبت منه ماء بيشرب قال دي 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 لما يشرب أشرب حس لدعا في الثاني الساعة واحدة بعد أن شربت الماء لم أكن أدرك لم أكن أدرك لم أكن أدرك أدرك كان خارج أسمع الله وقت أدن الفجر وقت أدن الفجر وقت أدن الفجر وقت أدن الفجر قالوا يلا تعال أنا تاعب مرهج حالة محالة ضربوا ضرب الظهري الظبط كان يزبطوني سحبني قال لي يلا بصم ورقوا ورقوا وقوموا في الثاني وقالوا يلا بصم قال لي قال لي لما يقول لا تعرف أنا أنا قلته. قلت أقوله. وتكلمت. كان يقول كذا كذا. قل كذا كذا. طلعون لصرالون مدرع. في الخلف. قدم أمنا مرافقين. قوات خاصة صندري. نقلوا العجرة للأمن السياسي. وصلوا إلى المحكمة. بعد أن وصلوا إلى المحكمة. ثلاثة يام أربعة أيام. منزلوا في الأمن السياسي السجن الخاص. وصلنا إلى السياسي. قلت قلت فترة. بدأوا يحققون مع الشباب. نزلنا طبعاً. و نحن يدورون أن أبنا. كل أحد يمسك فيه واحد. وصلنا إلى. لابنا إلى السجن. ونسمع له لها صراخ. كان يقول أحد من يمشينا. سمعوه. أنا أمن السياسي. ليس هو صفات فيه. قلت الآن في الأمن السياسي. حق أسمع من أقام الأمن السياسي شوه سكتنا حنا بعدما لويبنا لقاء نزلنا في درج كان يقول يلا أمشي 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 يا عملاء يلا أخلسوا ودلنا بدلة زرقاء خاصة بالسجن السياسي بعدين بكلمنا المستلم قالوا شوف الآن البرنامج مختلف الآن الحمام ثلاث مرات في اليوم في اليوم الليلة الصبوح معاكم 8 قدم باليوم والليلة لا أسمع أي دقة في الباب حتى يأتي لك المستلم يفتح لك بخريق الحمام علم قلنا له علم هذه الصحات اللي يشتي قضي حاقته هذه الصحة لكل واحد صحات فاضية قضي حاقته براحته لو ما يقين المستلم يفتح لك قمنا نسأل لا أقول لك يا ابن الشيين تصر ديال ولا كلمة ولا أسمع لك نخص أنت في الأمن السياسي طبعا سيجنت على مع ناس كثير بيعذبهم تعذيب في الحديدة بيعذبهم في الحديدة تعذيب غير يعني غير ما يتصور أي إنسان حتى ضرب حتى الحيوانات لو ضربتها بهذه الضرب ممكن أنه تكرهك ضرب ضرب شنيع شنيع جدا بيعاملهم أصحاب الحديدة أكثر من المسجوني في الحديدة طبعا من رسائل نصية اللي هي من شركة مبايل سابعة فونس بستل إذا قمت تدق على الباب بيخرجك بيقازيك جزاء ضرب وتمارين تمارين عسكرية طبعا بيقازيك في الشماسي ساعتين ثلاث ساعات بعضهم بيقلسبو عشر ساعات بيقازيك إذا قام يلغج ولا يسب السقين يخرج جازه لو ما يشبع منه ويدخله الحمام ويدخله الغرفة حقه قد ما لابسوا أسخانه ما بش ممعه لابد لا واحدة هذه المعاملة المعاملة الثانية أنه بيدي لك الكدم هذي كما مع معاك له ثمن حبات الرز ناشف رز طبيق يدي لك شوية فيه مشمع ولا فيه طاصة بلاستيك حققوا معي تحقيقين في الأمن السياسي طلعوني أول مرة كان موجود عبدالخالق الحوثي كان بيقل لي يا ابني أنت ما عليك شي قولي بالصدق تكلم بالصدق من خارجك وحنا أن خارجك ذا الحين الآن وأنا أخليك تتصل بهلاك ومدرعيش أنا صاحب عندنا أي ضربوك وإيفعلوك أهينوك لكن تتكلم بصدق محد أيمسك من أين أنت ضمتها قولنا واحدين واحد يستطيع فينا من أنت ما اسمك تكلم يلا سنب ارفع يديناك الفوق ارفع يديناك هكذا وانا مغمي ارفع يديناك ارفع ارفع ويديم كلبجة وانا مغمي على عيوني ارفع ارفع لا أقي هذا الحين أعلمك بيت خالك سوا سوا ورقع قال خلاص ضيفوه ثمن بدل الثمن كدم ضيفوه لعاشر كدم وانا نزلك تستقل لو ما تعفن ثلاث سنة اربع سنة فاني قللي شفت جمال خاشقي انا خليه مثله انا قطع قطع قلست خمسة عشر يوم وطلعوني مرة ثانية يلا اول ما وصلت افتلخ افتلخ زيد يعني افتلخ برجولي افتلخ لنهاية يلا رفع رجولك ارفع يدينا رفعت يلا ادي من اول ما بدأت من اول ما خلقت متى درست الابتدائية فيين درست هل درست مداز تحفيظ قرآن هل درست في معاهد علمية يعني هذه متى تخرجت من الاعلام دلت له كامل ثم قالوا يلا نفتح لك زيارة تواصلوا مع زوجتي خلونا تصل بزوجتي اول زيارة فتحوها لي طبعا ما شفت زوجتي الا من الشباك الشبك بيني وبينهم مسافة مسافة كبيرة انا يلا اصيح لزوجتي اصيح لها باسمها ها ويني ذنى انا موجود يعني من قطر الزحام كلهم من سوان طبعا بين زوجتي شبك وبيني شبك زوجتي ما تفهم اش ما قولها ولا هي تفهم ولا هي تفهمني ايش اقول لها كيف حالك كيف انتين يلا بسرعة بشلوني اشتيوها ريوني قلت له يا اخينا ما اسمعي زوجتي قال لي مارا يا اك نركب لك سماعة انا خلاص يلا نزل نزلوني بدون بدوني لأكل حق اكل وكروت من باشرة اليوم تاني طلعوني تحقيق قالوا ايش قالت لك زوجتك تعرف عبد المجيد صبرة قلت له من عبد المجيد صبرة انا اول مرة اسمع به قال لا ما تعرفش المحامي هذا عبد المجيد صبرة بيرفع عنك مذكرات قلت له انا ما اعرفوش قال لا انت انصر خطير ما تعرفش حاج كان اي زيارة تزورني زوجتي بحقب معاي فترة قلسوا معاي بحقبوا مخلال زيارات فتحوا لي الزيارة يعني اسبوعين تزورني زوجتي طلعت اممي من البلاد طلعتش تزورني اممي قد اشترت اغراض فتتدخل زورني ما خلوهاش تدخل رغم انها تكلفت من بلادنا من حقه لا عندي خسرت حوالي مبلغ كبير لما وصلت عندي اممي حاولت تدخل ما خلوهاش قالوا ممنوع مش زيارته قالوا ممنوع مش زيارته وخلوا اممي رقعت ويتبكي ما دخلتش حتى الان من الزيارة لم اشوف اممي اخر تحقيق طلعوني قالوا بنشتيك تشتغل معنا قلت ايش هو الشغل قال لي احنا انديك ملاسل معنا انخرج في مكتب القزيرة تشتغل في ضمانتنا حنا بدون ما يعرفوا المكتب احنا ابنديك تشتغل نقول لهنا هذا انطريقنا وانحنا ندعمك تديند لنا شباب اعلامين من عدن من الضالع من مارب من الساحة الغربي قلت له ما معاك الحجاوي الحج محمد الحجوري معاكم دليمن في الساحة الغربي قلت له ما معاي حد قال لي اللي تعرف الناس جمعة قلت له ما شي ما خرجني قال نعمل معاك عقد عمل قلت له خرجني وعمل معاي اسمعوا بيقل صاحبه قال هذا نزلو نزلو والله ما هو حد هذا لا تصدقه نزلو أحسن معا نستفيدش منه طيب ورجع نزلوني قبلها ايضا قبل تحقيق هذا الاخير حققوا معاي في قبات حجور لما قتل أبو مسلم قاموا يسألوني منه من دهشوش ما دهشوش شيخ زيدان دهشوش تعرف زيندان دهشوش تعرف محمد صبار القيماعي تعرف القبرتين قلت له ما عارفش حد لماذا تسألي منها ولا قال لا أنت كان شيخ دهشوش فهذا دهشوش اشتك تشتغل معاه قلت له اي حين قال ذي بينك بينهم راسلات قلت ما أحدفتها قلت له أنا معرفوش ولا أعترب ولا قلت راسل تبو نهائي قال اللي تعرف أنت الكل هذه التحقيقات النهائية بعدها مباشرة قلت له الدولي وراغ يالله شل ملابسك شلت ملابسي طلعوني أبصم على وراغ أنا بصمت وقعت بالعاشر طبعا ما قلوني إلى سيارة بيت التبادل وصلني لمطعم نجوم الشام أنا شوفها غذاء ودخلوني في عمارة وصلت في العمارة فيها شباب كثير العمارة ثلاثة دور فيها شباب كثير سجناء لهم من سنتين لهم من ثلاث سنة اليوم الثاني قلوا لي نزلوني الجوف اتصل بأخي أجوب أخي قال لي محمد قلت له أيوه قال خرجوك الحوثيون لا يكذبوا علينا قلت له إلا خرجوني قال يالله خلاص حلو قال يالله خلاص لالحين أنا أخذ أخوهم أنا أخذ البديل حقك ونلقاك بالعاصر بنلقاك لا عنده مسمو بمحل التبادل قلت له تمام قال يالله اتصلت لزوجته واتصل بأمي وقل لهم خلاص المهم أنا وصلت لجوف أدور بعد محمود أخي الناس كلهم يستقبلون أخوانهم وهاليهم في الجوف وأقاربهم أنا ما بش معي حد أسأل للمحمود أين هو محمود للأسف رصاصة قناص يومها أصابت رأس محمود وتوفي في المستشفى بعد أسبوعين من مصارعة الموت ولم يتمكن من رؤية أخيه الصحفي المدني الأعزل الذي تمكن من تحريره ومبادلته بمقاتل حوثي تمكن من أسره في إحدى جبهات محافظة الجوف ولا يزال حتى الآن صحفيون آخرون خلف قطبان الحوثيين بعضهم أصابه السجن والتعذيب بأمراض مزمنة ولم تنجح أي وساطة في الإفراج عنهم ولمعرفة المزيد عن وضع الصحفيين المعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي ينضم إلينا الصحفي والناشط الحقوق حسين الصوفي من مدينة مارب مرحبا بك معنا سيد حسين أهلا وسهلا بكم حياكم الله هل لديكم إحصائية حول عدد الصحفيين الذين ما يزالوا في سجون ميليشيا الحوثي أولا كل التضامن مع الزميل أحمد حوثان وقد عاش يعني واقع مؤلم ومأساوي لا يزال يتجرح حتى اللحظة نتيجة ما تعرض لهم من اختطاف وأيضا نتيجة المصائب المتلاحقة التي لاحقته حتى تم الإفراج عنه وكان يتمنى أن يلقى أخاه وهو الذي كان سببا في الإفراج عنه ولكن الميليشيا أرادت أن تقتل فرحتهم مرتين حتى بعد أن أفرجت عنه ظلت تجعله حبيسا للحزن والوجع الذي يعني ظل فيه ولا يزال يعيشه فهذه مأساة يعني حقيقة مؤلمة للغاية بالنسبة للصحفيين الاختطافيين الآن يبلغ عددهم حوالي الآن 14 صحفيا لا يزال في ميليشيا الحوثي بينما هناك الزميل الوحيد الصوفي مثلا لا يزال مخفيا منذ أن تم اختطافه في 2015 إلى اليوم لا يعلم عنه أحد شيء لا تعلم أسرته عنه شيئا الزميل أيضا محمد المقري مخفيا منذ أيضا 2014 لدى القاعدة فهناك 14 صحفيا لا يزال لدى ميليشيا الحوثي وصحفي أخفته ميليشيا الحوثي منذ خمس سنوات وصحفيا أخفته القاعدة منذ خمس سنوات يوم السيدة على المكلة فهذه إحصائية التي استطعنا أن نرصدها بينما هناك أحيانا صحفيين وطلاب في كلية الإعلام يتم تقييبهم وإخفائهم ولا تجد أسرتهم سبيلا أو طريقا إلى المنظمات الحقوقية أو البلق عنهم مثلا الزميل أحمد حوذان كان قائبا وظل ثمانية أشهر ولا نعلم أنه كان في سجن الأمن السياسي الأمن السياسي قبل أيام عن وضع الصحي لهؤلاء الصحفيين المعتقلين برأيك لماذا لم يجد هذا التقرير استجابة ولم يحقق صدى مرجو منه للأسف الشديد الوضع الصحفيين بالذات وضع مؤسف ووضع أيضا بشكل عام وضع المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي أو في سجون ميليشيا الإمارات في عدن وضع مؤسف للغاية للأسف الشديد المنظمات الحقوقية لا تزال إن تم التواصل معها بوجه أو بآخر وتكثيف التواصل معها نستطيع أن ننتزع منهم بيانا أو تعاطفا سريعا يعني إشباب ببيان أو برسالة عاجلة لكن لا يوجد هناك وقفة حقيقية للأسف الشديد معانو الزملاء المختطفين سواء في السجون بالرغب أن هناك تضامن كبير جدا للأمانة يجب أن يقال هذا هناك تضامن كبير من قبل منظمات الحقوقية وأيضا منظمات الصحفية لكن التضامن لا يتجاوز الكتابة كتابة البيانات وإصدار البيانات أو الرسائل فقط لكن هناك تقصير كبير التقصير كائن من قبل الجهات الحكومية الجهات الرسمية وأيضا من قبل الجهات الأممية سنعقل سيد حسين للحديث عن دور الجهات الحكومية في الضغط على الميليشيا وتحريك ملف المعتقلين وخصوصا الصحفيين لأننا نستمر في الحديث عن ميليشيا الحوثي واستمرارها في سجن وتقييد هؤلاء الصحفيين رغم أن هناك عملية تبادل لكن هؤلاء الصحفيين ضمن أو خارجين عن هذه الصفقات لماذا برأيك هذا الذي قالته مثلا مراسل بلا حدود في فرنسا أصدروا بيانا في 2016 ووصفوا أن الصحفيين اليمنين يتخذوا الرائع وهذا الذي يجري يعني اليوم منذ مثلا مشاورات السويد التي فشلت جنيف ثلاثة التي فشلت كان أول عمل عمله الحوثيون أنهم بعد أن فشل جنيف ثلاثة قاموا لتحريك ملف الصحفيين وأعلنوا أنه سيقدمونهم إلى المحكمة وإلى النيابة سيعرضونهم على النيابة ثم لم يفعلوا شيئا وهذا يدل على أنهم يتخذون الصحفيين بالذات الصحفيين يتخذونهم رهائن للضغط على الحكومة وعلى الجهات أيضا الأخرى ويحاول أن ينتزعون بهم مكاسب سياسية وهذا المحزن في الأمر يعني أن مليشي حوثي تقوم بتوظيف القضية الإنسانية التي ملف الصحفيين وحرياتهم وأيضا المختطفين بشكل عام لتنتزع بهم مكاسب سياسية والأخطر من ذلك أن المبعوث الأممي شرعن لهم في هذا الموضوع وطرح ملفهم في السويد أو في استوكهلم وفي استوكهلم ثمانية أيام يتم نقاش ملف كيف يتم التبادل وقضية الإفراج حتى أنهم حددوا يوم 20 يناير 2019 موعدا للإفراج عن كل المختطفين وفي القلب منهم الصحفيون إلا أن المبعوث الأممي تجاهل هذا الموضوع مطلقا حينما انتزعوا مكاسب الحديدة وأيضا الأطراف الأخرى تجاهلت هذا الموضوع لكن مليشي الحوثي هي الوحيدة اليوم التي تتحكم في ملف الصحفيين والمختطفين وتوظفهم باتخاذهم رهائن لانتزع مكاسب سياسي وهذه جريمة جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب كيف يمكن تقييم دور النيابة بعد تحويل ملفات هؤلاء الصحفيين إليها دور النيابة الأسف الشديد معطل ونحن نتحدث عن عصابة هذه العصابة هي قامت بتعطيل مؤسسة الدولة منذ اللحظة الأولى وإلا كان يفترض بالنيابة أن تقوم القيام بواجبها منذ تم اختطافهم في 9 يونيو 2015 يعني الأصل أنه في 9 يونيو 2015 بعد طبقا للقانون فأنه بعد 24 ساعة يتم تتم النيابة باستلام ملفات هؤلاء وإحالتهم إلى يعني دراسة ملفاتهم وإحالتهم إلى القضاء لكن لم يحدث شيء من ذلك ما يتم بين الحين والآخر بعد كل عام أو عامين أن تلوح مليشي الحوثي بأنها ستنقل ملفهم إلى النيابة ثم لا نسمع شيئاً لا نرى شيئاً يعني لا يتم زيارتهم حتى يمنع المحامون من لقائهم وزيارتهم أيضاً بين الحين والآخر حتى أهاليهم يمنعون من زيارتهم برغم أن لهم أكثر من أربع سنوات يعني سيكملون الآن عامهم الخامس في السجون لكن للنيابة قامت بواجبها ودورها ولا القضاء أيضاً وهذا لو كان هناك وضعاً طبيعياً لكنها عصابة في النهاية لا تحترم القوانين لا الدولية والمحلية ولا القضاء سيد حسين كنت قد تحدثت عن المفاوضات التي تمت ما بين الحسين والحكومة الشرعية فيما يتعلق بقضية المعتقلين خصوصاً الصحفيين كيف يمكن لك أن تقيم دور اللجنة تابعة للحكومة الشرعية فيما يتعلق بهذا الملف للأسفة الشديد نحن خاطبنا اللجنة الحكومية التي إنجازت التعبير بتسميةها لجنة فهي لا نستطيع أن نسميها لجنة لأنها لا تقوم بعملها على وجه المستمر يعني هي كانت وضع طار ربما أن الحكومة أرادت أن تدخل هذا الملف حينما تم الضغط عليه من قبل غريفث على أن يكون في مقدمة المشاورات في استوكولم لكن للأسفة الشديد لا يوجد هناك لجنة حقيقية لم تصدر حكومة الآن أي لجنة مهتمة بقضية المختطفين وفي القلب منهم الصحفيين كنا قد تحدثنا مع وزارة الإعلام في 2016 و2017 وزارنا هنا الوزير والوكالاء واتفقنا على برنامج عمل لكن للأسفة الشديد لم ينفذ أي شيء وتم إهمال هذا الملف بشكل كبير يعني حتى نقابة الصحفيين تكتفي أحيانا بإصدار البيانات والحضور في جنيف وغيرها لكن لم يلتقط أحد الفرص المهمة التي مثلا نادت بها اتحاد الصحفيين الدوليين حينما أراد أن يزور اليمن لم يلتقط أحد هذه الفرصة ويعني يسهل لهم إجراءاتهم لزيارة وضع الصحفيين المختطفين أيضا اللجنة الحكومية الأسفة الشديد أو المفاوضون في استوكولم الأسفة الشديد كان المفاوضات طيلة الثمانية الأيام كلها كانت تتركز حول ملف المختطفين وما سميه حينها باتفاق التبادل وكان بحضور الصليب الأحمر والمبعوث الأممي وعلى أساس أن يتم في 20 يناير 2019 كما ذكرت أن يتم الإفراج عن هؤلاء جميعا بما فيهم الصحفيين لكن الحكومة غيبت هذا الملف وتناسته وقريفث أنجز اتفاق الحديدة وبدأ يركز الاتفاق الحديدة الذي لم يكن حاضرا في اتفاق استكهولم على الإطلاق لا ملف الحديدة ولا غيره من الملفات الملف الوحيد الذي تم نقاشه في استكهولم وهذه نقطة مهمة يجب في الإعلام أن نركز عليها حتى لا نقع جميعا في التضليل الملف الوحيد الذي تم التركيز عليها وتم مناقشته باستفاضة هو ملف المختطفين وما سمي حين باتفاق التبادل ولم يتم البت فيه ولا احترام الاتفاق حتى اللحظة بالرغم أنه كان المفترض قبل 9 أشهر أو 10 أشهر يتم إنجاز هذا الملف هل يمكن القول أن الضعف أداء الحكومة وممثلها هو الدافع لدى الحوثيين لاستمرار تعنتهم وأيضا ألا يمكن تحميل المجتمع الدولي المسؤولي أيضا لأنه لم يمارس ضغوط حقيقية على الميليشيا للإفراج عن هؤلاء الصحفيين خصوصا أنه لم توجه إليهم تهم تم إثباتها بالنسبة للمجتمع الدولي فأنا ذكرت لك أن المجتمع الدولي الأسف الشديد مارس جريمة أخرى والجريمة هذه الإضافية أنه قبل بأن يتم تقديم ملف المختطفين وفي القلب منهم الصحفيين أن يتم المفاوضة عليهم بالرغم أن هذه قضية يجب أن يتم تطبيق القانون الإنساني وهذا القانون ينص على أنه يمنع ويحرم ويجرم استخدام حرية المدنيين واستقلالهم وتوظيفهم من أجل انتزاع مكاسب سياسية يعني لو أن جماعة مثلا في لندن أو في نيويورك أو في أي منطقة في العالم يتم اختطاف مجموعة من المدنيين والمفاوضة لانتزاع مكاسب سياسية أو مالية من أي حكومة فإن المجتمع الدولي كله سيرفض هذا الإجراء لكن ما يتم وما تم في استوكهولم أن المجتمع الدولي برعاية أممية هو الذي ساهم في شرعنة هذا السلوك الإجرامي الذي سلوك يعني اختطاف الناس وتوظيف حرياتهم منتزاع مكاسب سياسية وهذه الجريمة يعني هي جريمة خطيرة أن تمارسها الأمم المتحدة والمبعوثة الأممية بهذا الشكل الفج وهذه مسؤولية يجب أن يتحملها هذه المنظمات أما بالنسبة لصيب الأحمر الدولي مثلا هو الجهة الذي يفترض بهم أن يقوم واجبهم في هذه اللحظات في مثل هذه الوضع في وضع الحرب لكن للأسف الشديد الصيب الأحمر مغيب تماما لملف الصحفيين طالبناه منذ 2016 أن يقوم حتى بزيارة واحدة إلى السجون لم يقوم حتى بزيارة واحدة فقط إلى السجون ناهيك عن المساهمة في الإفراج عنهم هل من رسالة سيد حسين تود إصالها للجهات المعنية أيضا لذوي الصحفيين عبر منبر برنامج لست وحدك بالنسبة لذوي الصحفيين فهم يتعرضون لوضع كارثي مأساوي ونحن قلوبنا معهم وأبنائهم هؤلاء هم أبطال الكريمة ويدفعون ثمن نظالم وثمن انتمائهم للأسرة الصحفية أما بالنسبة للحكومة فإننا نأسف بشكل كبير لأنها خذرت هذا الملف بشكل كامل وكانت ورقة إنجاز التعبير يمكنهم أن يستقلوها وأن يضفوها وأن يدفعوا عن نفسهم الضغط السياسي الذي يتلقونه ويتعرضونه بين الحين والآخر لكن الحكومة فرضت للأسف الشديد في هذا الملف وستكون وصمة عار في جبينهم وفي تاريخ هذه الحكومة شكرا لك سيد حسين الصوفي الصحفي والناشط الحقوقي كنت معي من مدينة مارب شكرا لك مشاهدين الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب الصحفي أحمد حوذان تم الرصد في أمان الله موسيقى اشتركوا في القناة